ركود اقتصادي قد يصل نقطتين سالبتين وثلاثة عشر في أسوأ الأحوال وفي أحسنها ثمانية عشر سالبة هذا ما توقعه البنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا حصيلة للعام الجاري 2020 في تقرير جديد التقرير الذي يرصد الآفاق الاقتصادية لشمال إفريقيا أرجع السبب إلى فيروس كورونا المستجد والذي ضرب بقوة اقتصادات دول شمال القارة والمنظومات الصحية فيها والتشغيل يؤكد التقرير التقرير الإفريقي الجديد تحدث عن ما كانت عليه المنطقة خلال العام 2019 فهي وفقه كانت ثانية أفضل منطقة من حيث لدى في إفريقيا بنسبة نمو بلغت ثلاثة فاصل سبعة في المئة وذلك للعام الثاني على التوالي أما الحل بنظر البنك فيتمثل في تسريع رفع القيود في شمال إفريقيا فهو بحسب البنك يترك مجالا للتعافي وفقا لسيناريوهين متباينين خلال الشهر الجاري أو في دجنبر على أقصى تقدير الحكومة الموريتانية ممثلة في اللجنة الوزارية متعددة القطاعات كانت قررت ابتداء من الجمعة الماضي رفع القيود عن السفر والتجول الليلي والنقل الجوي الداخلي مبرزة من بين دواعي رفعها الأضرار التي لحقت بالاقتصاد وتستعد الحكومة لإعادة النقل الجوي إلى سابق عهده بناء على توجيهات من الرئيس ومن منظمة الطيران المدني العالمية بعدما لحق بقطاع الطيران المدني حول العالم من آثار اقتصادية بالغة قصرت نشاطه على رحلات الشحن ورحلات إجلاء العالقين بل إن آثار الجائحة دفعت الرئيس الموريتانيا في مناسبات دولية عديدة وآخرها قمة الساحل الآخرة في نواكشوط إلى الدعوة إلى إلغاء ديون القارة الإفريقية لتتفرغ للتحديات التي تواجهها وتحتاج كامل الإنتاج المحلي لدول القارة وأكد رئيس موريتانيا أن تحقيق أهداف مجموعة الساحل مثلا يشهد عرقلة ذات أبعاد متعددة أبرزها أزمة كورونا التي هزت الاقتصادات الهشة أصلا والمثقلة بأعباء الديون وذلك بحضور رئيس فرنسا ورئيس وزراء إسبانيا الذين قالا إن وجودهما في القمة جاء للتعبير عن تضامن بلديهما مع القارة الإفريقية بعد الآثار التي خلفتها الأزمة الصحية وما يزال الأفريقة ينتظرون أن تتحول أقوال التضامن إلى أفعال وأن يتصدر الأفعال إلغاء الديون وتوجيه رزمات دعم جديدة إلى التنمية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر